أرحب بكم أعزائي الطالبة في درس جديد وهو المجال الكهربائي تعلم عزيز الطالب أن الشحن الكهربائي إذا وجدت في منطقة ما فإنها تشكل حولها مجالا كهربائيا والمجال الكهربائي هو الحيز المحيط بالشحن الكهربائي التي إذا وضعت فيه شحنة أخرى لتأثرت بقوة كهربائية فهذه الشحن الكهربائي تشكل في الحيز المحيط فيها مجال كهربائي فإذا وضعت فيه شحنة أخرى موجبة فإنها تتنافر معها وإذا وضعت شحنة أخرى سالبة فإنها تتجذب نحوها فجميع النقاط الواقع حول هذه الشحنة إذا وضعت فيها شحنة أخرى تتأثر بقوة كهربائية وهذا ما يسمى بالمجال الكهربائي مرة أخرى عزيزي الطالب لقول أن المجال الكهربائي هو الحيز المحيط بالشحنة الكهربائية التي إذا وضعت فيه شحنة أخرى تأثرت بقوة كهربائية وحتى نقيس المجال الكهربائي نستخدم شحنة يسمى شحنة الاختبار وهي شحنة موجبة صغيرة جدا لماذا تكون صغيرة جدا؟ تكون هذه الشحنة الكهربائية صغيرة جدا حتى لا تؤثر على الشحنات الموضوعة حولها في المجال ولا تحدث تغيير يذكر في المجال الكهربائي وتستخدم شحنة الاختبار في قياس المجال الكهربائي وفي تحديد اتجاه المجال الكهربائي إذن هي تقيس المجال ونستطيع باستخدامها أن نحد المجال وكذلك تكشف إن كان يوجد مجال كهربائي في هذه المنطقة أو لا يوجد مجال كهربائي في هذه المنطقة أما إذا أردنا أن نعرف المجال الكهربائي عند نقطة عزيز الطالب نقول أن هذه شحن كهربائي نضع شحنة اختبار طبعا هذه الشحن الكهربائي المؤثرة وهذه شحنة اختبار موجبة موضوعة فيها القوة التي تؤثر فيها الشحن الكهربائي في شحنة اختبار موضوعة في مجال هذه الشحن هذه القوة الكهربائية نطلق عليها المجال الكهربائي عند نقطة في المجال عند هذه النقطة الذي توضع فيه شحنة الاختبار الموجبة يكون هو القوة المؤثرة في شحنة الاختبار الموجبة موضوعة عند هذه النقطة ويقاس المجال الكهربائي من خلال التعريف من خلال علاقة كاف على شين حيث كاف هي القوة الكهربائية المؤثرة في شحن الاختبار مقسوما على شحن الاختبار حيث شين تمثل شحن الاختبار وكاف القوة الكهربائية ومين من مجال الكهربائي نلاحظ أن المجال الكهربائي كمية متجه لذلك له مقدار وله اتجاه وأرجو حزيزي الطالب أن تأخذ هذه النقطة في عين الاعتبار عند حساب المجلات الكهربائية فعندما نحسب أي مجال الكهربائي نحدد مقدار هذا المجال ونحدد اتجاه هذا المجال الآن المجال الكهربائي يعبر عنه بخطوط مجال وخط المجال الكهربائي هو خط وهمي يمثل المسار الذي تسلكه شحنة اختبار حرة موجبة موضوعة في هذا المجال لنأخذ مثل هذه شحنة كهربائية موجبة هذه شحنة اختبار موجبة تتنافر معها في الاتجاه إذا وضعت عندها النقطة تتنافر معها في الاتجاه إذا وضعت عندها النقطة تنافر وهكذا فهذه تمثل خطوط مجال خارجة من الشحن الموجب أما إذا كانت الشحن سالبي فإن شحنة الإختبار الموجب تنجذب نحوها لاحظ شحنة الإختبار الموجب تنجذب نحوها أي أن هذا الخط يمثل خطوط مجال كهربائي داخل إلى الشحن السالبي أما إذا وجلت شحنة موجبة وأخرى شحنة سالبة ووضع الشحنة لاختبار فإنها تسلك هذا المسار من الموجب إلى السالب ويكون اتجاه المجال عند أي نقطة على هذا الخط هو المماس لهذا المسار يكون المماس لهذا المسار أما إذا وجدت شحنة موجبة وأخرى موجبة شحنتين موجبتين أي شحنتين متماثلتين فإن خط المجال يكون خارج من الشحن الأولى خارج من الشحن الثاني وخط مجال من الشحن الأولى والثاني أيضا تنافر مع بعضنها البعض والنقطة الموجودة في المنتصف هذه أو في هذه المنطقة نسميها نقطة التعدل أما إذا كانت شحنتين سالبتين فلن يختلف الموضوع كثيرا عن الشحنتين المجابتين ما عدا اتجاه المجال يكون باتجاه الداخل خطوط المجال هذه لها صفات ممكن أن نستعرضها معا ونقول صفات خطوط المجال الكهربائي تكون خارج من الشحن الموجب والداخل الشحن السابي وهنا نركز أنها خارج من الشحن الموجب لأنها تمثل مسار الشحنة الاختبار الموجبي وخطوط وهمية وخطوط المجال لا تتقاطع مع بعضها البعض لماذا عزيزي الطالب لا تتقاطع خطوط المجال مع بعضها البعض لأن تقاطع خطوط المجال عند نقطة يعني وجود أكثر من مجال عند هذه النقطة لنفس الشحن وهذا غير منطقي لذلك فإن خطوط المجال الكهربائي لا تتقاطع مع بعضها البعض وثم تبتعد عن بعضها البعض كلما ابتعدنا عن الشحن وهي خطوط منحنية في حالة وجود الشحنات الموجب والسالب في الفراغ أو بالهواء لكن إذا كان المجال بين لوحين متوازين فإنها لا تكون منحنية بل تكون خطوط مستقيمة متوازين دعنا عزيزي الطالب أن نناقش العلاقة بين خطوط المجال الكهربائي ومقدار المجال أولا يدل المماس لخط المجال الكهربائي عند نقطة ما على اتجاه المجال الكهربائي عند هذه النقطة كما وضحنا قبل قليل في عملية الرسم اثنين بواسط خطوط المجال يستدل على خطوط على مقدار المجال الكهربائي فكلما كانت كثافة خطوط المجال خلال وحدة مساحات تكون كثافتها أي أن عدد خطوط المجال خلال وحدة مساحات أكبر كان المجال أكبر وبهذا الحال يكون خطوط متقاربي لكن كلما كانت كثافة خطوط المجال أي عددها خلال وحدة مساحات أقل أي أن الخطوط بدأت متباعدة عن بعضها البعض يكون المجال أقل لذلك دائما ننظر إلى خطوط المجال للمقارن بين المجال ومجال آخر فإذا كانت هذه الخطوط متقاربة نقول أن خلال وحدة مساحات نقول أن المجال أكبر وإذا كانت متباعدة نقول أن المجال أقل الآن دعنا عزيزي الطالب أن ندرس المجال الكهربائي الناشئ عن شحن نقطي في نقطة ما علمنا من قانون كولوم أن قاف تساوي ثابت في 2021 على فاتربيع وهذا هو قانون كولوم والثابت هنا عوضنا عنه بتسعة ضرب عشر واستسعة عندما تكون الوسط هواء واتفقنا أن في هذا الكتاب وهذا المجال سنستخدم الهواء والثابت هو تسعة ضرب عشر واستسعة فقاف تساوي تسعة ضرب عشر واستسعة في 2021 على فاتربيع من تعريف المجال قلنا أن المجال يساوي القوة على الشحنة من تعريف المجال فإن المجال يساوي القوة على الشحنة اللي هي شحنة الاختبار فإذا عوضنا مقدار كاف وهي 9 في 10 استسعة فإذا عوضنا هنا أن كاف تساوي 9 في 10 استسعة في 21 و 22 على فاتر بيع باعتبار 22 هي شحنة الاختبار فإننا نتوصي إلى ميم بساوة 9 ضرب 10 ساعة في شين على فاتربيع وبهذا العلاقة ومن هذه العلاقة نحسب المجال الكهربائي عند أي نقطة حيث ميم المجال الكهربائي شين هي الشحن المؤثري وفاتربيع هي مربع بعد النقطة عن الشحن المؤثري دعونا الآن نناقش مثال على حساب المجال الكهربائي لاحظ عزيزي الطالب المثال نقرأه سوية حتى نتعرف على معطيات هذا المثال والمطلوب من هذا المثال يكون مثال شحن نقطي مقدارها 5 ضرب 10 أسناقس 9 يأن الشين بتساوي 5 ضرب 10 أسناقس 9 كولوم موضوع في الهواء ما معنى موضوع في الهواء ماذا نستفيد منها نستفيد أن ثابت تساوي 9 ضرب 10 أسناقس 9 وهم اتفقنا على اعتماده في هذا الدرس أوجد المجال الكهربائي عند نقطة ها والتي تبعد 30 سنتمتر عنه إذا كانت هذه الشحن وهي مقدار الشحن شين وهي تساوي 5 ضرب 10 أسناقس 9 كولوم وكانت النقطة هاتق عند هذه النقطة وكانت تبعد عنها 30 سنتمتر أي أن المسافة هذه تساوي 30 سنتمتر نطبق قانون المجال مين بالساوي ثابت أي 9 ضرب 10 أسناقس 9 في مقدار الشحن 5 ضرب 10 أسناقس 9 على فا تربيع فا تساوي 30 سنتمتر تربيع 30 لها 900 ونعوض 900 والوحدة هنا سنتمتر نحولها إلى متر في 10 أسناقس 2 وبما أنها تربيع إذن 10 أسناقس 4 باختصار والتسعة مع المية تسعة في تصبح هنا مية بسيخ خمسة على مية أي أنها تساوي 5 في المية ضرب 10 أسناقس 5 أسناقس 4 ووحدة قياس المجال الكهربائي عزيزي الطالب كما ذكرنا سابقا أن مين بالساوي كاف على شين والكاف تقاس بوحدة نيوتن والشحن بوحدة كولوم إذن وحدة قياس المجال الكهربائي هي نيوتن لكل كولوم المطلوب الثاني القوة التي تؤثر بها الشحنة على شحنة أخرى مقدارها 4 أسناقس 10 كولوم موضوع عند النقطة ها بما أن المجال مين بالساوي كاف على شين كاف على شين إذن كاف بالساوي مين في شين والمطلوب حساب القوة التي يؤثر بها الشحنة على شحنة المقدارها 4 أسناقس 9 حسبنا المجال الكهربائي عند النقطة ها وهو 5 في المية ضرب 10 أس 4 ضرب الشحنة المطلوب حساب الكوة المؤثرة فيها وهي 4 ضرب 10 أسناقس 10 يساوي 14 أسناقس 6 وأربعة ضرب 25 خانتين بعد الفاصلة إذن 2 من 10 في 10 أسناقس 6 نيوتن دعنا عزيزي الطالب أن نناقش مثالا آخر على حساب المجال الكهربائي وهذا المثال يقول ألف با جيم مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوي في با فيه ألف با تساوي با جيم ويساوي 10 سنتيمتر فإذا رسمنا هذا المثلث قائم الزاوي في با هذه با هذه ألف وهذه جيم قائم الزاوي في با وكل طول ألف با يساوي طول با جيم ويساوي 10 سنتيمتر وضع عند رأسيه ألف شحن مقدارها شين ألف بتساوي أربعة ضرب عشرة أس ناقص عشرة كولوم وعند جيم شحن مقدارها شين جيم تساوي ناقص ثلاث ضرب عشرة أس ناقص عشرة كولوم المطلوب حساب المجال الكهربائي عند النقطة بها نلاحظ أن النقطة بها يؤثر فيها مجالين مجال كهربائي من الشحن ألف ومجال كهربائي من الشحن بها لكن أين اتجاه المجال؟ كلنا يكون اتجاه المجال خارج من الشحن الموجبي وداخل إلى الشحن السالبي فلو فرضنا وجود شحنة اختبار عند النقطة بها فإن شحنة الاختبار الموجبي يكون اتجاه بالاتجاه أي أن المجال خارج من الشحن الموجبي وهذا هو ميم واحد بينما يكون اتجاه المجال أو اتجاه حركة شحنة الاختبار الموجبي من باء إلى جيم لأن جيم شحن سالبي ويكون هذا هو ميم الثين وهنا نحسب كل من ميم واحد طبعا يساوي تسعة في عشرة أستسعة في شين ألف على فاتربيع وبالتعويض تسعة في عشرة أستسعة ونعلم أن شين ألف كما تشاهدون ساوي أربعة ضرب عشرة أستسعة في شين ألف عشرة على مسافي عشرة تربيع مية ضرب عشرة أستسالب أربعة أربعة ضرب تسعة ستة وثلاثين عالمية تكون ستة وثلاثين في المية عشرة أستسعة أربعة في عشرة أستسعة عشرة أستسلطاش في عشرة أستسناقص عشرة في عشرة أستسلاث نيوتن لكل كولوم وواضحناها باتجاه من ألف إلى باء أما الميم اثنين تساوي تسعة ضرب عشرة أستسعة ضرب شحن الجيم وشحن الجيم هنا سالبي لكن اتفقنا أن المجال كمية متجهة وعندما نحسب المجال أو الكميات المتجهة لا نأخذ الإشارة السالبي فنقول ضرب ثلاثي في عشرة أستسالب عشرة على فاتربيع والمسافي عشرة سنتيمتر كما تشاهدون ولذاك أقول عشرة تربيع مية ضرب عشرة أستسالب أربعة تسعة ضرب ثلاثة ساوي سبعة وعشرين على عشرة مية سبعة وعشرين في المية في عشرة أستلاث أيضا نيوتن لكل كولوم وواضح أن المجال ميم اثنين باتجاه من باء إلى جيم أي نحو الإسار أو ممكن أن نقول نحو السينات السالبة الآن المجالين ميم واحد وميم اثنين باتجاهين متعامدين لاحظوا الزاوية بينهما زاوية قائمة لذلك لحساب المجال المحصل نقول أن ميم بساوي تحت الجذر التربيعي ميم واحد تربيع زائدا ميم اثنين تربيع تعوض عزيزي الطالب وتحصل على قيمة المجال الكهرباء عند النقطة باء لكن لا تنسى أن تكتب نيوتن لكل كولوم بعد إيجاد الجواب النهائي ومرة أخرى نعود إلى الاتجاه يكون المجال محصل في هذا الاتجاه هذا ميم محصل والميم محصل يصنع الزاوية مقدارها ثيتا هذه الزاوية ثيتا ويكون باتجاه باتجاه ظل الزاوية ثيتا بساوي ميم واحد على ميم اثنين أي المركب الصادية على المركب السيني هي ميم واحد في هذا المثال على ميم اثنين تعوض عزيزي الطالب وتحدد الاتجاه منها تحسب قيمة الزاوية أشكركم أعزائي الطلب على حسن المتابعة ونأمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في درس قادم وشكرا